موسيقى السلام عليكم عزائي الطلاب ورحمة الله وبركاته شوك معين طلاب وطالبات إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية طلاب وطالباتنا الغالين نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات الفصل الرابع وهو الكيمياء الكهربائية أحباب عيني طلاب وطالبات اليوم نتكلم بشكل مفصل حول الفصل الرابع لكن قبل لا أبلش بالفصل الرابع خلينا نتكلم فتخمس دقائق بما يخص نصف السنة وامتحانات نصف السنة مبدئيا وأول شي عاني أقول إنه الله يساعدكم على الضغط وعلى التعب اللي تحملته خلال الفترة السابقة واللي راح تتحمله خلال الفترة القادمة الفترة اللي مريتوا بيها مو سهلة من ضغط من ضغط امتحانات رجعت المحاضرات وهذا الشي مو سهل لكن صح ضغط وتعب لكن إن شاء الله ما بقالنا هواي الطريق 3-4 انتهى وبقالنا ربع باقينا شهرين اللي هو شهر الثاني وشهر الثالث بداية الرابع ومنتصف الرابع تنتهي المحاضرات وكل المدرسين كملون المنهج منطقيا والمفروض مو أنا أذكرك وأعلمك كلكم تعرفون هذا الشي كلكم كبار من العمر وكلكم تعرفون الصح والخطأ وكلكم تعرفون إنه امتحانات نصف السنة لازم تنساها امتحانات نصف السنة طلعت 50 طلعت 60 طلعت 70 انتهت بعد طلعت 100 راح تنتحانات نصف سنة ان طلعت بها 100 فأنت ما راح تدخل كلية الطب وان طلعت 50 ما راح تروح لكلية تعبانة نصف السنة أكون مدرسين وللأسف اللي سووا إجرام بالطلاب يعني أكو مدرسة من المدارس شفت أسئلتها والله أسئلة مدرسين ما يعرفون يحلون الأسئلة مالتها وكأنما جاي بيها هي تشيط انتقام من الطلاب وأكو مدارس أسئلتها طبيعية هذه أنواع وأشكال تبقى حسب المدرس وحسب عقليته وحسب طبيعته أنه هل هو مدرس جاي يعني يمارس المهنة بكل شفافية وأنه هو وي الطلاب ويجيب لهم أسئلة مستوى المنهج ومستوى الوزاري أو أنه هو مدرس مجرد حاقد على الطلاب لأنه هم مسجلين يا ما مسجلين أو غير مدرسين ويريد بس يرسبهم ويريد بس يوضح لهم أنه المدرس اللي أنتم مسجلين يا ما كوش ميفتين بالكيميا ومخوش مدرس واللي هم قلة قليلة فبكل الحالات وبكل الأحوال ذول طلابنا اللي طلعوا ميات واللي هم عوال على العرام فاليوم أجيبهم وياي فيديو وأصورهم وتشوفوا الحشيهم يعني 90% من يومهم ومعادلاتهم 60% إلى 70% طلعوا لك 99% ومية وفوق المية بامتحانات أخير السنة فمنطقيا أنه أنتم امتحانات نص السنة لازم ينتهي بعد هذا الشي لا أبقى أنا معيش نفسي بدوامة ولا أبقى أنه أنا بقلق وضوجة لأنه بقيت نفسك بدوامة وبعديا ضايج ومتندر ويدع الخد وها هي لا أنت القاري لا أنت المباوع المحاضرات لا أنت أي شي فبالتالي نص السنة لازم تنتهي ولازم تأخذون من يمها عبرة لأنه إحنا خلينا نحكي الصراحة اليوم صح أكو مدرسين ومدرسات جابوا أسئلة مطبيعية أسئلة بها أخطاء هو أمور كلها سلبا على الطالب لكن بنفس الوقت أكو فئة من الطلاب اللي هو الآن بيّنت حقيقتهم يعني أنا أكو طالبة من الطالبة دزت لأسئلة قالت أستاذ هاي الأسئلة إيجتي كنش معرف تحلم بالأسئلة أباوع بالأسئلة كلها أسئلة منهج نصا عرف السعى الحرارية عرف التفاعلات الانحكاسية المتجانسة عرف حمض برونشتيد أو عرف قعدة برونشتيد فأمور كلها موجودة بالمنهج وكلها طبيعية فأنا هاي الطالبة قلت لها عاي بابا أنت شنو اسم شفلان اسم لما تشيكت هي ولا امتحان ممتحنة هي طالبة تلكتروني من بيتة السامليوم ولا امتحان ممتحنة يمكن امتحن امتحنة ثلاث هيتش يومياته في مالا فالآن بيّنته الطلاب والطالبات هم اللي يضربون المحاضرات واللي ما يبوعون المحاضرات واللي يعفون الامتحانات كلها بيّنت عليهم بنص السنة يعني أنت لما جدتك أسئلة وتشوف بقية الطلاب جاوبوا مية والأسئلة كلها يقولون منهج ومنهج وتم تجاوبوا ذلك نخلل بيك أنت ما يبوع المحاضرات فبالتالي أيضا أنه نص السنة هو بنت وباب مهم من الأبواب انتهى لكنه بتاخذ من يما عبرة أنه شفت الطالب القارئ لنضبط منهج لشان جاوب كل الأسئلة الطبيعي والطالب المقارئ أنه ما قدر يجاوب جاي أحتيوها أحتي في طور الأسئلة الطبيعية أحتي في حال أنه مدرد جايب أسئلة طبيعية وأنه أسئلة منهج ومستوىه مستوى منهج ومستوى ووزاري لما الأسئلة طبيعية منهج ووزاري وباقي الطلاب جاوبوا ميات وانت ما جاوبت معناها أنت كنت تضرب محاضرات وأنت كنت تقرأ فأتمنى أنه تقعد بينك وفي الناسك وتقول إيه أنا شنت مقصر خليني أتلاحق نفسي بالفصول الجاية لأن الفصول الجاية مقليلة عين الفصول الجاية هم عليها 70 درجة إذا أحنا الفصول الأول والثالث بالكيميا عليها نخلي نقول 70 درجة فعندك الفصول باقي هم 70 درجة فبالتالي ما انتهى المشوار وإنما قدنا نكون فرصة شبيرة أنه تضبطون المادة القادمة في سبيل أنه نستفاد من يمحو نطلع بيها درجة كاملة إن شاء الله الآن نبتدأ بالفصول الرابع ونقول بسم الله الرحمن الرحيم قل الله بطالبات انتبهوا إياي مبدئيا أريدكم تعرفون فالمقدمة على الفصول الرابع اليوم إحنا اللي راح نشرحها هو مقدمة على الفصول الرابع طبعا أحبابي عيني الفصول الرابع شنو الفصول الرابع كلية نعرفه سامعين إنه العنوان ما للفصول هو الكيمياء الكهربائية العنوان ما الفصول الكيمياء الكهربائية هذا شنو؟ هذا عنوان الفصول الرابع هو الكيمياء الكهربائية زي هذا الموضوع يتكون من شنو؟ هذا الموضوع الفصول الرابع يتكون من العديد من المواضيع هذا الفصول اللي هو الفصول الرابع يتكون من العديد من المواضيع اللي هي انتباه شوية وتركز كل فصول نعرف بالبداية عليها مقدمة كل فصل ناخده بالبداية شكوا عليها؟ بالبداية عليها مقدمة بعد المقدمة شنو تيجينا بعد المقدمة؟ بعد المقدمة يجينا في موضوع اسمه مسائل جهد الخلية بعد المقدمة بعد مسائل جهد الخلية شنو اللي يجي بعد مسائل جهد الخلية يجينا موضوع اسمه التعبير التعبير عن الخلية كتابة التعبير عن الخلية كتابة وأنواع الأقطاب بعده يجينا الموضوع وهو اسم العلاقة العلاقة بين جهد الخلية وثابت الاتزان بعده يجينا موضوع اسم معادلة اسم معادلة نيرنست وبعده يجينا موضوع اسمه قوانين بعده يجينا موضوع اسمه أحبابي قوانين فرداي شوفوا عيني طلاب وطالبات اليوم الفصل الرابع لما نتكلم عن الفصل الرابع فالفصل الرابع يتكون من مجموعة من المواضيع الفصل الرابع يتكون من مجموعة من المواضيع وهي نعرف إحنا كل فصل بالبداية أكو عليها مقدمة كل فصل بالبداية أكو عليها مقدمة يعني المقدمة تفهمك شنو الآن فصل الرابع هذا كلامنا الآن هو كليته ضمن المقدمة كلامنا كله ضمن شنو ضمن المقدمة اليوم إحنا مقدمة نفتهم شنو كيمياء كهربائية شنو مواضيع هذا الفصل إشغال عليها درجات من المواضيع الثابتة وزاريا كل هاي الأمور نعرفها ضمن المقدمة ونعرف شنو الفائدة من الكيمياء الكهربائية وكل هذا التفاصيل بعد مسائل جهد الخلية بعد موضوع اسم التعبير على الخلية كتابة وأنواع الأقطاب العلاقة بين جهد الخلية وثابت الإتزال ومعادلة نرنس وموضوع أخير بنهاية الفصل وهو مسائل فرداي أو قوانين فرداي أحبابي عين طلاب وطالبات لازم تعرف أنه الفصل الرابع هذا الفصل الرابع الحصة مابتة بالامتحان للوزارة تتراوح من 17 إلى 22 درجة وزاريا أدنى أحبابي الفصل الرابع أشبيه الفصل الرابع الحصة مابتة بالامتحان للوزارة هي من 17 إلى 22 درجة هذا الحصة مابتة الفصل الرابع يعني مرة يجي 17 مرة يجي 19 مرة يجي 20 مرة يجي 21 هذا المقدار والحصة مابتة الفصل الرابع اللي تجينا بالامتحان الوزاري شوفوا يا يأي بالبداية مقدمة مساء الجهد الخلية طبعا شوف الفصل الرابع من ضمن الأمور الثابتة عالية من ضمن الأمور الثابتة اللي بكل السنوات عندنا بكل السنوات هي مسائل قوانين فرداي شوف هذا قوانين فرداي هذا ترى مسائل هذا الموضوع عبارة عن مسائل هذا شنو هذا مسائل قوانين فرداي هذا شبيه هذا ثابت عندك بكل السنوات هذا 10 درجات هذا 10 درجات هذا ثابت وزاري ستندر ثابت عندنا فرداي 10 درجات بالامتحان الوزاري مسائل فرداي هنه 12 مسألة مسائل فرداي 12 مسألة أو 10 مسألة هذول الـ 12 مسألة ألف بالمئة جايك واحد منهم بالوزارة 10 درجات زي عندنا هذا الموضوع وهذا الموضوع العام الماضي كانوا ضمن الحذف والتقليص تعرفون بالسنوات السابقة كان عندنا حذف وتقليص كان عندنا حذف وتقليص هذا الموضوع وهذا كان ضمن الحذف والتقليص طبعا هذا الموضوع هو محاضرة وحدة وهذا الموضوع محاضرتي يعني ذول الموضوعين 3 محاضرات يعني إحنا الفصل الرابع لو كانت عندنا حذفات كان 6 محاضرات أما لما انفصل كامل بدون أي حذف فهو يصير 9 محاضرات فاهموا ياي باعتبار هذا الموضوع محاضرة وحدة وهذا الموضوع محاضراتين ذولة 3 العام الماضي لما كان يكون حذف و تقليص ديبش السنوات لما شرحت الفصل شرحت 6 محاضرات أما هاي سنة راح شرح بتسع محاضرات ليش؟ لأنه ما عندنا أي حذف و أي تقليص لما جاء نتكلم احنا على الستندر بالكيميا عدنا 10 درجات ثابتة فاراداي عدنا هذا الموضوع وما مسائل جهد الخلية هذا يجع عليه فهذا خمس درجات ست درجات بهذه الحدود هذا شلو مسائل جهد الخلية العام الماضي 2022-2021-2020 هذيتش السنوات اللي كان بيحذفوا تقليص الشي يجي ما عندنا غير هذا الموضوع هذا الموضوع وتجي فالدرجتين ثلاثة بين فراغ بين تعريف بين تعليل على المقدمة أو هذا الموضوع هاي شوكيت هاي بسنوات التقليص لكن لما نرجع للسنوات اللي ما بيها تقليص لا مو مسائل جهد الخلية دائما تجي مو مسائل جهد الخلية دائما نجي وإنما ليجي دائما معادلة نيرنست هذا الموضوع أو هذا الموضوع لما نجي للسنوات القبل التقليص ما كان يجي جهد الخلية لا يجي من هذا الموضوع أو هذا الموضوع تدري ليش لأنه جهد الخلية يصير جزء بالحل هنا يعني دعنا نقول مسائل جهد الخلية عبارة عن قانون وخطوة وحدة وينتهي الحل هذا القانون وهذا الخطوة انت مو راح تحصل جهة الخلية جهة الخلية يدخل بقوانين هنا فلما نرجع للسنوات اللي ما بيحذفوا تقليص نلقى انه دائما اللي يجينا بالامتحال الوزاري هو معادلة نيرنس وهذا الموضوع فبالتالي احنا على مدن سيطر على هذا الموضوع مع المعادلة نيرنس وهذا الموضوع اللي هم هذول يجع عليهم في السبع درجات هذول يجينا عليهم بالوزاري فالسبع درجات ويعني يجع على هذا السبع درجات هاي 17 درجة ويبقى انه تعريف او تعليل او فراغ او فالشي بسيط على بقية الامور الكلامية فبالتالي على مدن نسيطر على هذا الموضوع وهذا الموضوع شنو لازم نسيطر على مسائل جهة الخلية ونسيطر على المقدمة طبعا شوفوا عيني اتنا المقدمة اش تضمن المقدمة المقدمة تضمن ثلاث محاور المحور الاول هو حساب حساب اعداد التأكسد حساب اعداد التأكسد الجزء الاول من المقدمة الجزء الثاني من المقدمة هو تفاعلات تفاعلات التأكسد تفاعلات التأكسد والاختزال تفاعلات التأكسد والاختزال والقسم الثالث من المقدمة هو العامل المؤكسد والعامل المختزل العامل المؤكسد والعامل المختزل هذول المواضيع هم أساس الفصل الرابع يعني تريد تضبط الفصل الرابع وتضمن به 100% درجة كاملة لازم تضبط المقدمة اللي هي 3 مواضيع هذه المقدمة طبعا شوفوا الفصل كله بشكل عام فصل قلنا ما يقارب 9 محاضرات اشلون؟ أدنى المقدمة 3 محاضرات هاي المقدمة 3 محاضرات يعني أدنى حساب أعداد التأكسد هذه المحاضرة تفاعلات التأكسد والاختزال محاضرة العامل المؤكسد والعامل المختزل محاضرة هذول 3 محاضرات بالمحاضرة الرابعة تلقون وصلنا مساء الجهد الخلية بالمحاضرة الخامسة التعبير على الخلية كتابة اهنانا قدنا 3 محاضرات هذين 8 وعدنا فرداي محاضرة 9 او روح فرداي محاضرتي انهاي عشرة المهم 9 محاضرات او عشرة فبالتالي السيطرة التامة مع الفصل الرابع وين تكمن تكمن بالمقدمة المقدمة عبارة عن 3 محاضرات محاضرة اليوم والمحاضرة جاي والمحاضرة الوراها يعني احنا خلال هذو الاسبوع 3 محاضرات هاي كلها ضمن المقدمة وما الفصل الرابع بحيث نسيطر على الفصل الرابع فبالتالي الآن إحنا أنا قلت لك عندك فردها 10 درجات ويجي من معادلة نامس أو هذا الموضوع فات 7 درجات بس هذا الموضوع وهذا يعتمدون اعتماد كله على اليمن على مسائل جهود الخلية وجهود الخلية على المتحنها لازم تضلط المقدمة المقدمة شو المقدمة اللي هي أعداد التأكسد والعامل المؤكسد والعامل المختزل وعندنا التأكسد والاختزان تمام الآن هذه كمقدمة بسيطة نجل الآن نتكلم على الفصل الرابع الفصل الرابع عنوانه الكيمياء أحبابي عنوانه انتباه شوي عنوانه الكيمياء الكهربائية أوكي شوف لي العنوان شنو العنوان هو الكيمياء الكهربائية لما نجي نبعوه للعنوان الكيمياء الكهربائية يعني من العنوان الكيمياء الكهربائية يعني شنو أكو كيمياء يعني طاقة كيميائية يعني طاقة كيميائية باعوا لي يعني شنو موجود يعني موجود طاقة كيميائية وبنفس الوقت اكو كهرباء يعني شنو معناته انه طاقة كهربائية معناه شنو معناته انه طاقة كهربائية هذا الشي من ين احنا جاي نجيبه هذا الشي هذا الشي احنا جاي نجيبه من ينجيبه من العنوان العنوان ما الفصل هو الكيمياء الكهربائية الكيمياء يعني طاقة كيميائية والكهرباء يعني طاقة كهربائية لاحظوا ايايه الكيمياء الكهربائية يعني عندي كيمياء طاقة كيميائية وكهرباء يعني طاقة كهربائية هذا الفصل شنو يدرس؟ هذا الفصل يعلمني ما يلي انتباه شوي هذا الآن الفصل الرابع يعلمني إنه يقول لنا أنا ش راح أدرس؟ راح أدرس لكم العلاقة بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية هذا الفصل يدرس لنا العلاقة بين طاقة كيميائية وطاقة كهربائية ببعض الأحيان ممكن تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية ببعض الأحيان تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية وببعض الأحيان العكس ببعض الأحيان العكس شون يعني العكس؟ يعني تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية انتباه شوي أحبابي العنوان ما الفصل شنو؟ العنوان ما الفصل هو الكيمياء الكهربائية بعولي عنوان الفصل شنو الكيمياء الكهربائية لمن عنوان الفصل هو الكيمياء الكهربائية معناته أنه الفصل شبي يعني الفصل رح يدرس العلاقة بين الكيمياء وبين الكهرباء يعني الفصل رح يدرس العلاقة بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية الفصل رح يدرس علاقة بين الطاقة الكيميائية وطاقة كهربائية الطاقة الكيميائية ببعض الأحيان شنو العلاقة بياناتهم ببعض الأحيان تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية مثل شنو مثل البطاريات الآن البطارية ما للسيارة اليوم سحنا البطارية شنو ندرها بالسيارة الباطرية الموجود بالسيارة شي سوي بالله البنزين يشغل المحرك البنزين يحترق يبعث طاقة حرارية يشتغل المحرك زين هاي الكهرباء الموجودة بالسيارة منين جاي تيجي هاي الكهرباء والأضوية واللايتات ونشحن الموبايل بالسيارة هاي الكهرباء منين جاي تيجي جاي تيجي من البطارية زين البطارية جاي يصير بداخلها هذه البطارية الموجودة بالسيارة بداخلها جاي تصير تفاعلات كيميائية هذه التفاعلات الكيميائية تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي يعني ببعض الأحيان جاي تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية أو مثال آخر احنا كلنا نعرف الآن بدول العالم المتقدمة جاي تتحول الطاقة النووية إلى طاقة كهربائية الآن بدول العالم الشون جاي يولدون طاقة كهربائية من خلال الطاقة النووية أنه طاقة نووية تولدنك كهرباء زين هي الطاقة النووية شنو أصلها؟ طاقة كيميائية فمعناته أنه لما جاء تتحول الطاقة النووية إلى طاقة كهربائية يعني جاء تتحول الكيميائية إلى كهربائية زين اليوم علم الكيمياء الكهربائية هو يدرس العلاقة ما بين الطاقة الكيميائية والطاقة كهربائية الكيمياء الكهربائية يدرس علاقة بين طاقة كيميائية وطاقة كهربائية يعني ممكن تتحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية أو الكهربائية إلى كيميائية ممكن الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة كيميائية؟ أه أنا أقول لك شون شون ممكن الطاقة الكهربائية تصير طاقة كيميائية؟ مثلا عملية اللحيم عملية اللحام احنا كلنا نرى أنه اليوم الحداد من يشتغل ما يقدر يشتغل إلا أكو كهرباء لما نشوف أنه الحداد يروح المكان تشوف ماخذ مولده ويشغله ويقوم يلحم زين عملية اللحيم الآن اللحيم أنه نشوف الحداد عنده هذا الجهاز بإيده وهذا السلك اللي يلحم بيه وهو اسم السلك الالكيتروليتي هاي المادة اللي اليوم الحداد يجيب قطعتين حديده يلحم بهن هاظ المادة اللي جاي يلحم بهن اسم هالعلمي السلك الالكيتروليتي أما بالأسواق يسموها واير لحيم واير لحيم زين نشوف إحنا اليوم لو نجيب هذا واير لحيم نروح مثلا للسوق نشترى واير لحيم أوكي جبتوا الواير لحيم وجبت حديدتين وخليت تعالية يتفاعلوا به extreme لا حتى يستطيع العمل للا يوجد طاقة يعربائية يرى أن هذا الجهاز يربط مولد ومضف فيه والحرام يرحم عن طريق هذا الجهاز ولكن عندما يصير عملية اللحام تفاعل هذه المادة تفاعل مع هذا الحديد وكيفية الحديد وتربطهم سوية لا نرى اللحيم عندما قطعة اللحم يصير بيناتهم مادة سودة هذه المادة التي تفاعلت إياه فهذا التفاعل لا يتم إلا موجودة طاقة يعربائية فمعناه شنو؟ معناه الطاقة الكهربائية جاي تتسبب بحدود التفاعل الكيميائي يعني هذا التفاعل الكيميائي ما جاي يتم إلا موجودة عندي طاقة كهربائية يعني شنو المعنى؟ معناته إنه جاي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية جاي تفهمونو يا ايه؟ فبالتالي إحنا ممكن اليوم حياتنا اليومية ممكن تتحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية أو ممكن الكهربائية إلى كيميائية اليوم احنا بحياتنا اليومية ممكن تتحول كيميائية كهربائية او كهربائية المن الى كيميائية فبالتالي من هو اللي يدرس هاي العلاقة من هو يدرس هاي التفاصيل من هو يدرس تحول الطاقة الكيميائية الى كهربائية او تحول الكهربائية الى كيميائية اللي يدرسهم هو الكيمياء الكهربائية اذن علم الكيمياء الكهربائية شنو علم الكيمياء الكهربائية لما نتكلم على علم الكيمياء الكهربائية معناته كيمياء وكهرباء راح يدرس الإلاقة بين طاقة كيميائية وطاقة كهربائية هذا العلم راح يدرس التحولات ما بين الطاقة الكيميائية والكهربائية حيث ممكن أن تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية كما أنه توجد تفاعلات كيميائية لا تتم إلا بوجود تيار كهربائية يعني تتحول الكهربائية إلى كيميائية لما نقول هذه العبارة كما أن هناك تفاعلات كيميائية لا تتم إلا بوجود تيار كهربائية يعني شنو معنى تفاعل ما يتم إلا موجودة كهربائية يعني جاءت تحول الكهربائية إلى كيميائية فبالتالي إذن لما نتكلم عن الكيمياء الكهربائية شوفوا إحنا دائما كلما نحكي هذه الكلمة كلمة الكيمياء كلما نقول الكيمياء نقول وهي أحد فروع علم الكيمياء هذا استندرد ثابت عندنا بالكيمياء يعني لما نسمع الكيمياء العضوية نقول وهي أحد فروع علم الكيمياء والتي تعتم بدراسة المراكبات العضوية لما نسمع الكيمياء الحرارية نقول وهي أحد فروع علم الكيمياء التي تحتم بدراسة كمية الحرارة المنتصرة والمنبعثة لما نقول الكيمياء الحياتية هي أحد فروع علم الكيمياء التي تحتم بدراسة كذا وكذا هذه التفاصيل فبالتالي دائما لما نسمع كلمة الكيمياء نقول وهي أحد فروع علم الكيمياء إذن الآن أنا الكيمياء الكهربائية الكيمياء إذن أقول وهي فرع من فروع علم الكيمياء تحتم بدراسة التحولات ما بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية تحتم بدراسة التحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية حيث أن هناك العديد من التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي كما أن هناك العديد من التفاعلات التي لا تتم إلا بوجود تيار كهربائي باعولي اليوم نحن نتكلم عن الكيمياء الكهربائية كتعريف ولازم الآن المنزمة موجودة يمك بالمناسبة أحبائي بما أنه جاء يتكلم عن المنزمة المنزمة هو طلاب وطالبات يقولون أستاذ نزلت منزمت الجزء الثاني لا لا بابا ما تكون شيء اسمه جزء الثاني المنزمة جاية تنزل الفصول يعني أنا ما نقدر أنطيك منزمة نفسها مع العام ما لجزء الثاني العام كان أحيائي وتطبيقي أما الآن منهج علمي لما نزل منهج العلمي أكو بعض الأسئلة اللي مضافة أكو بعضها محدثة من هذه التغييرات فأنا جاي سوي لك ملازمة جديدة كل فصل فصلة جاي سوي منزمة علمي ليس نفسها مع العام ملزمة الأحيائي بحث نزل لك جزء واحد بها كل الفصول فالآن الفصل الرابع نازل كملزمة الفصل الرابع وكذلك أيضا قبل نزلت ملزمة وزاريات الفصل الثالث وين متوفرة هذه الملزمة؟ ملزمة الفصل الرابع متوفرة مكتبة الريحاني للبنين مكتبة الريحاني للبنات معهد الريحاني للبنات داخل المكتبة وموجودة ملزمة يعني الطلاب الرصافة حضوري الالكتروني تقدرون تتاخذوه من مكتب الرايحان سواء الرايحان للبنين أو الرايحان للبنات متوفرةً ملزمة بمكتبة جوهرة المنصور ومتوفرة كذلك في مكتبة صرح البنوك اللي هي المكتبة اللي صايرة أسفل معحد صرح البنوك في منطقة البنوك أيضاً تقدرون تاخدوها منها هذه المكاتب الرئيسية أما غيرها فيبوع لكم ملازم مزورة أنا ما مسؤول عليه واضح طلاب المحافظات يقولون أنه تطلبوها توصيل هي ومدزمتوا زريات الفصل الثالث نرجع لموضوعنا إذن أحبابي الآن نحن نتكلم على الكيمياء الكهربائية الكيمياء الكهربائية شنو الكيمياء الكهربائية هذي الكيمياء الكهربائية اللي هي لما نتكلم على الكيمياء الكهربائية وهي قلنا وين ما نشوف كلمة الكيمياء شو نقول نقول وهي فرع من فروع الكيمياء لما نقول كيمياء هي فرع من فروع الكيمياء اوكي اش تدرس هذا يعني احنا من نقول كيمياء حرارية تدرس كمية الحرارة المنتصة ولمنبعثة من نقول الكيمياء الكهربائية اش تدرس بعضها تهتم بالتحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية الكيمياء الكهربائية شبيهة هي فرع من فروع الكيمياء تهتم بالتحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية زين شون تصير تحولات بين طاقة كيميائية وكهربائية حيث تحصل بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي كما تؤدي بعض التفاعلات الكيميائية إلى نشوء تيار كهربائي إذن الآن الكيمياء الكهربائية قال لنا عليها وهي فرع من فروع علم الكيمياء تحتم بالتحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية أوكي تحولات بين طاقة كيميائية وكهربائية يعني ممكن الكيميائية تتحول كهربائية أو الكهربائية تتحول كيميائية شو مش قللي؟ قللي حيفتحصق بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي شون عملية اللحيم اللي قلت لك عليها؟ عملية اللحام تفاعل ما جايتم إلا ما مو إلا يمر تيار كهربائي معنى لما يقول لي حيفتحصق بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي معنى الطاقة الكهربائية جايتتحول كيميائية كما تؤدي بعض التفاعلات الكيميائية لأن شو تيار كهربائي؟ يعني التفاعل الكيميائي رح ينتج طاقة كهربائية يعني جهت تحول طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية إذن الآن هذا معنى الفصل مالتنا بالفصل مالتنا رح ندرس شون الطاقة الكيميائية تطيني طاقة كهربائية وشون الطاقة الكهربائية تطيني طاقة كيميائية الآن الكيمياء الكهربائية شنو ويايا ويايا ركزوا عيدوا وكرروا يا شنو الكيمياء الكهربائية وهي فرع من فروع علمي الكيمياء تهتم بالتحولات ما بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية حيث تحصل بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي كما تؤدي العديد من التفاعلات الكيميائية إلى نشوء تيار كهربائي زين ضعوا لي عيني اليوم هذه الكلام إحنا كلية جاينف تهمه جاي نوضحها الآن كلية بالتفصيل زين أحبابي عيني لما نجي الآن للموضوع ما لتنا اللي هو هذه التفاعلات هذه الآن التفاعلات ضعوا إياي شوية الآن لما نتكلم على التفاعلات لما نجي الآن نتكلم على التفاعلات اللي تنطي نطاقة كهربائية لما نجي نتكلم على التفاعلات اللي تنطي طاقة كهربائية ركزوا إياي اليوم إحنا مو قلنا إنه أكو تفاعلات كيميائية تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي هذه التفاعلات شنو اسمها هذه التفاعلات شنو اسمها باو باو التفاعلات 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 التي تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي التفاعلات التي تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي وأيضا التفاعلات التي لا تتم إلا بوجود تيار كهربائي هذه التفاعلات التي تنتج طاقة كهربائية أو التفاعلات التي لا تتم إلا بوجود تيار كهربائي هنا تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بينما احنا للطاقة الكهربائية الى الكيميائية المهم بالحال تياس سواء هذه التفاعلات اللي تؤدي الى نشوء تيار كهربائي او التفاعلات اللي متهم الا بوجود تيار كهربائي هذه التفاعلات شنو اسمها يعني هذه التفاعلات المتضمنة للكيمياء والكهرباء شنو اسمها اليوم احنا نعرف التفاعلات انواع اكو تفاعلات تكوين اكو تفاعلات احتراق اكو تفاعلات تفكك اكو هوي انواع فبالتالي هذه الآن التفاعلات التي تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي وهذه التفاعلات شبيهة بابا بهذه التفاعلات لما نقول تفاعلات تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي معنى هنا جاي الطاقة بابا الطاقة الكيميائية الطاقة الكيميائية شبيهة الطاقة الكيميائية جاي تتحول إلى طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة كهربائية وهنا التفاعلات التي لا تتم إلا بوجود تيار كهربائي معنات هنا بالعكس معناه هنا الطاقة الكهربائية معناه هنا شنو؟ معناه أنه الطاقة الكهربائية شبيهة الطاقة الكهربائية جاءت تتحول إلى طاقة كيميائية اليوم إحنا مو قلنا بالكيمياء الكهربائية راح ندرس هذا الشي ندرس أنه طاقة كيميائية تتحول كهربائية تفاعلات تؤدي لانشق تيار كهربائي أو تفاعلات لا تتم إلا بوجود تيار كهربائي معنى أن الطاقة الكهربائية ستتحول إلى طاقة كيميائية شوفوا عيني أحبابي هذه التفاعلات الآن شنو اسمها؟ يعني هذه الآن التفاعلات المتضمنة للكيميا والكهرباء هذه التفاعلات المتضمنة للكيميا والكهرباء هذه التفاعلات التي تضمن كيميا والكهرباء شنو اسمها؟ اسمها التفاعلات الكهروكيميائية بعوية يركز كل الزيام هذه التفاعلات الآن هذه التفاعلات لما نتكلم عليها شنو اسمها؟ هذه التفاعلات أو هذه التفاعلات لها اسم الاسم مالتها هو التفاعلات اسمها التفاعلات التفاعلات الكهروكيميائية بعوية هذا شنو اسمها؟ اسمها التفاعلات الكهروكيميائية يعني شنو معنى؟ معنى تفاعلات متضمنة للكهرباء وتفاعلات متضمنة للكيمياء اليوم احنا نعرف كل نوع بالتفاعلات إلى فد اسم معين يعني تفاعل تكوين تفاعل احتراق تفاعل كذا اليوم هاي التفاعلات اللي بيها كيمياء وكهرباء شنسميها؟ نسميها التفاعلات الكهروكيميائية يعني أنا من أسمع تفاعل كهروكيميائي كهرو يعني كهرباء كيميائي كيمياء من أسمع تفاعل كهروكيميائي شنو معنى تفاعل كهروكيميائي؟ تفاعل كهروكيميائي معناته أنه تفاعل بكهرباء وبكيميا هذا من أسمع تفاعل كهروكيميائي شنو يعني تفاعل كهروكيميائي؟ يعني تفاعل بكهرباء وبأيضا كيميا هذا معنى تفاعل كهروكيميائي يعني من أسمع تفاعل كهروكيميائي ممكن الطاقة الكيميائية تتحول كهربائية أو الكهربائية تتحول كيميائية واضح وياي لما تسمع تفاعل كهروكيميائي لما تسمع تفاعل كهروكيميائي شنو يعني تفاعل كهروكيميائي؟ يعني ممكن طاقة كهربائية وجاية تتحول كيميائية أو كيميائية وتتحول كهربائي هذة التفاعلات الكهروكيميائية يعني هسنا لما نسمع تفاعل كهروكيميائي يعني تفاعل بكهرباء وبكيميا هذه التفاعلات بمنهجنا شي يسميها هذا الاسم بس بالبداية يقول لك تفاعلات كهروكيميائية لكن لما نبدأ بالفصل ما نستخدم هذا الاسم التفاعلات الكهروكيميائية بمنهجنا يسميها تفاعلات يسميها تفاعلات التأكسد يسميها تفاعلات التأكسد والاختزال بعض ويايا هذا الآن التفاعلات الكهروكيميائية بمنهجنا الشي يسميها التفاعلات الكهروكيميائية التفاعلات الكهروكيميائية بمنهجنا يسميها تفاعلات التأكسد والاختزال هذا الاسم مالتها يعني احنا بالبداية نعم يقول لك ان هاي التفاعلات بها كيمياء وكهرباء هاي التفاعلات الممكن تتحول بها طاقة كيميائية كهربائية أو كهربائية كيميائية اسمها التفاعلات الكهروكيميائية يقول لك وهي ما تعرف بتفاعلات التأكسد والاختزال فإحنا بالفصل مالتنا ما راح نستخدم هذا الاسم أبداً ما تفاعلات كهروكيميائية وإنما كل تفاعلات التأكسد والاختزال واضح؟ فالآن لما يجيين سؤال يقول وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية يجيين سؤال وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية عن شا جاوب؟ أقول لك العمليات الكهروكيميائية وهي تفاعلات تأكسد واختزال شنو العمليات الكهروكيميائية؟ هي تفاعلات تأكسد واختزال حيث يمكن أن تتحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية أو تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية حيث أنه يعني شكله لما يقول لي وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية أقل أولا وهي تفاعلات تأكسد واختزال هذا معنى العمليات الكهروكيميائية تفاعلات تأكسد واختزال حيث يمكن أن تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية أو الكهربائية تتحول كيميائية هذا معنى العمليات الكهروكيميائية وطبعا لها تطبيقات إذن أحبابي الآن لو يجيني السؤال شون السؤال الآن اللي يجيني لو الآن يجيني السؤال يقول وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية يجيني السؤال وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية أقول ليها بالعمليات الكهروكيميائية هي تفاعلات تأكسد واختزال أوكي هذه التفاعلات التأكسد واختزال ممكن تتحول بها الطاقة الكيميائية إلى كهربائية من خلال تفاعل تلقائي احنا ما نقول كيميائية تتحول كهربائية شي يكون تفاعل تلقائي والدليل هسا البطارية بالسيارة احنا نتحكم بالتفاعل اللي بداخله هو يحدث تلقائي هاي البطارية اللي داخل السيارة جايصت داخل التفاعل احنا نتحكم بي لا هو يحدث تلقائي ولما اليوم انه الطاقة الكيميائية تنطي طاقة كهربائية يصير انبعاث للطاقة الان سؤال لو انا عندي بلك بلك احنا هو مشكلية بالكهرباء مثلا هاي الشاحنة مشكلية بالكهرباء كملت شحن جريت الشاحنة طفيت النقطة وجريت الشاحنة لما نزم رأس الشاحنة ليه حار ليش؟ ليه نجاعدين بيصير انبعاث بالطاقة فمن تتحول كيميائية الى كهربائية شي يكون تفاعل تلقائي وشي يصير انبعاث للطاقة اذا الان لما يقول لي وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية جوابي العمليات الكهروكيميائية هي تفاعلات تأكسد واختزال هي تفاعلات شنو تأكسد واختزال شي يصير بيها يتم فيها انبعاث طاقة بواسطة التفاعل التلقائي ومن ثم تحويل هذه الطاقة الى طاقة كهربائية تفاعل تأكسد واختزال يقول لك انه راح تتحول هنا الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية من خلال تفاعل يحدث تلقائي او يتم فيها استخدام الطاقة الكهربائية لانجاز تفاعل معين يعني هنا استخدام الطاقة الكهربائية إنجاز تفاعل يعني جاية تتحول الكهربائية إلى كيميائية خلاصة الكلام لما يقول لي وضح ما هي العمليات الكهروكيميائية عملية كهروكيميائية شنو عمليات الكهروكيميائية هي تفاعلات تأكسد واختزال بيها الكهرباء وبيها كيمياء راح أقول له ممكن تتحول الكيميائية إلى كهربائية من خلال تفاعل يحدث تلقاء ويبعث طاقة وتتحول هذا الطاقة الكيميائية إلى كهربائية أو الكهربائية إلى كيميائية حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية لإنجاز تفاعل معين زين اليوم احنا ليش ندرس الكيمياء الكهربائية يجيني سؤال يقول وضح ما هي تطبيقات الكيمياء الكهربائية اليوم احنا موجا ندرس كيمياء كهربائية ليش يجيني سؤال من ضمن المقدمة يقول لي ما هي أهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية هذا ممكن يجيك فراغات يعني يقولك أنه من أهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية فراغ وفراغ أو يجيك سؤال يعني يقول لك إنه وضح ما هي أهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية جواب ما يلي أولا تصميم الأنواع المختلفة من الخلايا شنو يعني تصميم الأنواع المختلفة من الخلايا يعني الأنواع المختلفة من البطاريات تصميم الأنواع المختلفة من الخلايا يعني من البطاريات إحنا نعرف البطارية ما للسيارة نفس البطارية ما للساعة البطارية ما للساعة نفس البطارية خلي نقول ما للريموت أو البطارية مع الريموت نفس البطارية اللي بهذه الساعة كلها تختلف تصميم الانواع المختلفة من الخلايا يعني تصميم الانواع المختلفة من البطاريات تصميم الانواع المختلفة من البطاريات اوكي تمام اثنيا عمليات الطلاق والترسيب الكهربائي انتاج الدوار الكهربائية ورابعا تنقية المعادن واضح لما يجي سؤال شي يقول السؤال يقول السؤال ما هي اهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية اولا تصميم الانواع المختلفة من الخلايا اثنيا عمليات الطلاق والترسيب الكهربائي ثالثا انتاج الدوار الكهربائي ورابع عندنا تنقية المعادم امتهت الآن لحد الآن انا بعدني ما بادي بشي اليوم انا بجاي اوضح شن الفصل الرابع وشن اللي راح ندرسه احبابي عيني عزائي بما انه اليوم اول محاضرة بعد نص السنة مريت نتقل عليكم المحاضرة وكل محاضرة وقتها طويل ومتعبة فاللي جاي انا راح اتوقف انتظرونا بالمحاضرة القادمة اللي راح نشرح بيها اول موضوع بالفصل الرابع وهو اعداد التأكسد تظرونا بالمحاضرة القادمة ولا ذلك الوقت دمتم في امان الله ومع الف سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة